لبسطنا بشكل عام على المجموعات احنا معانا خلاص فيه تلت مجموعات تلت مجموعات خلصوا اه خلصوا فيه ست منتخبات ضمنوا التأهل تمام بغض نظر عن افضل توالد عندنا كاميرو من بركينا في اول مجموعة تأهلوا سنغال وغينيا تاني مجموعة مجموعة التالتة المغرب والجابون وفي مجموعة بتاعتنا الرابعة نيجيريا ضمنت وان شاء الله النهاردة منتخب مصر يؤكد صعوده ويبمن التأهل في بقى اي حرب جمدة جدا شرسة في المجموعة الخمسة ساحل العاج وغينيا الاستوائية واسريليون والجزائر شايفين مع بعض النتاج على الشاشة يعني ساحل العاج 4 نقاط غينيا الاستوائية 3 ساحل العاج 4 نقاط غينيا الاستوائية 3 نقاط سريليون نقطتين والجزائر نقطة واحدة شايف مجموع دي ازاي وإيه اللي ممكن يحصل بكرة بكرة ممكن اي حد يصعد واي حد لا يعني مجموعة دي شوف الجزائر لا الجزائر مش ما فيش قدامها غير الفوز والفوز بأكتر من اتنين يعني يعني تعادل ماينفعش اي حي غير الفوز ماينفعش ليه لان انت عندك الجزائر عندها نقطة واحدة وعليها فرق هدف صحيح بالناقص تمام فانت لو الجزائر فازت بكرة هيبقى عندها اربع اهداف يبقى ضمنة الصعود اربع نقاط اربع ايه اربع نقاط يبقى ضمنة الصعود مستريح كمان يبقى المسألة برضو في النهاية الجزائر هي اللي وضعت نفسها في المأزق ده نفس الحدود انا اتمنى ان الجزائر تنقذ نفسها لان كانت من المرشحة وانا كنت في الستوديو هنا قبل البطولة قلتلهم انا برشح الجزائر والسنغال حدقى تقصد ان الجزائر تفوز اكتر من اثنين عشان تتأهل اول عشان تتأهل اول او تاني مش هتفرق بشكل موقع يبقى غنيا كذبت اكتر من هدفين وغنيا تسعد اول وغنيا تسعد تاني البطولة دي ما وسحل العاج تخليها في الاحسن توالد اذا كانت يعني بص انا من امبارح وانا في زهول بعد موقف غانا لا وبعد ما شفت سيرليون بعد ما شفت جزر القمر القمر وبعد ما شفت غنيا بعد ما شفت الاندية اللي يقال عليها صغيرة انا ما بسميهاش صغيرة ولكن انا الغاية ما زلت مصر وبقول ان خريطة افريقيا اتغيرت خريطة القرى الافريقية اتغيرت مفيش زعيم في افريقيا الكل متساوي وكل واحد فيهم لديه الحلم ولديه الفرصة دلوقتي مفيش حاجة اسمها احنا كان عندنا زعماء القارة الكاميرون والنيجيريا وغانا ومصر والجزائر والمغرب وتونس وكود ديفوار والسنغال وكده دلوقتي لا دلوقتي كل كل تبوتات اتغيرت كلها ولسه خريطة افريقيا بتترسم كمان ولسه نشوف المجموعة خريطة القرى الافريقية اتغيرت وزهرت قوى عظمة جديدة ترجمة نانسي قنقر